عندي معلومة اللي تقول الشهد يا راحماني يحاول اليوم يجتمع بالحكام ويبدو الحكام رفضي الاجتماع هذا متأكد للمعلومة هذي ولا؟ أظل الحكام أنا اللي يريته الحقيقة راههم من زمش نشيطنوه رامش نعتيك أنا الحكام كيما قلت لكم من الأول قال سي مراد الدعمي مش نجتمع بوليدي غدو ومن بعد الاجتماع بطل هما طلبوا اجتماع مع السيد العروسي المنصري هما طلبوا الحكام طلبوا ومن شيطنوه همش يخوي بشرقوه سيلا متاح يوار ناس معبرت همش ناس تحكي معهم بالبلاغات راهوا سياسة اتصالية فاشلة وبانتياز متاع برا زفر ووكهو ما نحكيش معاك هما طلبوا مع السيد العروسي المنصري قريبا لهم نحنا العروسي يعرف سي مختار كيما بونا تربينا على يديه الحقيقة معناه كان مسؤول علينا نحنا ولاده ولاده ما نجمش راه الوليد يلوي العصاب في دينبوه هما طلبوا من السيد العروسي المنصري تباني يه سي العروسي المنصري في إطار ديراشي داخل الإدارة هذا راه مقولش كلام في الكواليس هذي كلام الكل قالوا هما سي العروسي قالوا في الموزييك قالوا طلبت مسي مراد الدامي مش نحكي مع الولاد في الزو قالوا نطلب سي كاماليدير ونرجعلك هاو الخوف من الاستقلالية معناه في التحكيم هاو الخوف من السيد العروسي المنصري في خمسة دقائق كان قاعد مع الحكام وحكي معاهم وعطاهم مقدرهم وتكلم معاهم بالكداة ومبعث يعطي وسيلة اللي رئيس الجامعة الرئيس لجنة التنسوية زادة نجم يعطي كلمة وكذا أولادنا نجموا معناها نوصلوا البطولة لبر الأمان فقط ما جاوبنيش على سؤالي في كل ما جاوبنا على سؤالي صحيح اللي قتلك ولا لا هما في بيليان عندهم مع الوزارة يخي بخلاف الوزارة بهذه المناسبة معناها نقولوا البركة فيك سيد وزير الشباب ورياضة بعد الغاء الاجتماع مع الوزير صار تصالب مع الشادي المبروكي ما عنديش فكر ما عنديش فكر شادي الرحماني سمحت شادي المبروكي مدرب الحراسط على مدخب تحيلي بيليل كنت أسمع في الكلام على تلتقال الكل وأسبوع كامل تقريبا برشة مواضية على التحكيم خليني اخو رايك في الأزمة هذة أنا عندي نظرة أخرى مخالفة كمبليتمون منيش بش نفيش أكديما للموضوع أنا أولا ساعر راو أنه كما كان يقول تول الأستاذ وأنه مدير الإدارة التحكيم ما فماش عليش يرجع السيكة ماليدير نذكرك أنه الإدارة الوطنية للتحكيم ما رايي ما عنديش استقلالية مالية دونك تنجمش تتفاوض أشكى أمامكم حسنا يا محمد وأشكى أمامنا ما معناه يا شكا؟ أنا فيما مجموعة بدأت تقوي أعطينا معاني سيطريات كل المهاية بقيته إياه بقيته إياها لا يستطيع بقيته إياه غير هذا المشكلة اللي احنا نعني وفاتها وعملها سيناجي جوين لأنه سيناجي جويني وقت اللي يجيب له بوست متاع مشرف عام اليوم هو موجود استاتوي متاع الجامعة تونسي كورد القدم خلق نوع من الاستقلال ليه موجود طو قوي قلت احنا مستقلين وولادنا وتحكيم ووحدنا مش هذا القانون ما تجمش تكون مستقل في الدسيزيون تاعك وانتي مكش مستقل ماليا مكش لا ماليا لا إداريا الادارة الوطنية للتحكيم احنا كنا في المكتب الجامعي نستدعاوه نهار المكتب الجامعي نستدعاوه المدير الفني ومدير إدارة التحكيم يعطي ايلرون كونت ويطلب منه كل شي حتى كبش يعمل سمينير ووفقه عليه المكتب الجامعي يوافق على كل شي ما هذا حتى استقلال ليه هذا مشبهي مشبهي برشة بشوية مشبهي مش انتي بش تقرر ولا انا مش تقرر ولا لا الاستاذ بش تقرره مش باهي فما جلسة عامة الوقائة هي تقرر القانون اني شوفناه من سلطة المكتب الجامعي السابق على القطاع وتحكمه في كل كبيرة يقول لك اللي هذا مشبهي بستاتيو دونكينزمك تحور تنقح قوانين الجامعة التونسية الكورت القدم وتعمل هيكل تحكيمي مستقل بالقانون باللي تكست انبعد تبقوا ما تنجمش الطبق استقلالية وشرعية اعطيتها الروحك وايذا المشكل الي صار مع الحكام توا لانو الحكام توا انا هذا رايي راجبكو نصحي راجبكو نغال هالقريبلي عاملينها تضامن ان مع اللاجنة الي خرجت مم اللي يجب نتفعل ايه اذا رايي لا بلاي مش رايي مش رايي بيلين لاي اتفعل أبشان نخلك معاك وليد نكمل لك فكرة برابي لهنير في النقطة هذه في النقطة هذه كهو وليد على الكلام اللي كان يحكي فيه بلال أنا سمعت البلحوث في السرائرية في الحضر ياريك قال فما بروتوكول صحيح كنا شاب يدعك عليها بمسائز جابوا في النقطة هاته راهوا السيد ناجي جوينيكي جا أنت تقول بدعة مش بدعة سيد ناجي جوينيكي جا قد مع رجال وقد مع مسؤولين في الجامعة تونسي الكورت قدم رئيس الجامعة راهوا وصف جداي موصف جداي وقتا مش موجود لا لا رئيس الجامعة وصف سيد ناجي جوينيكي مقبل إلا ما يكون هو المعناه الإنسان معناه الوحيد اللي يحكي مش قانونية مش قانونية اللي تحكي فيه مش قانوني أنت عندك قانون فيه تركيبة اللجنة الوطنية للتحكي تعمل أنت أنا اليوم عندي لجنة لجنة فنية في الجامعة نقوم نعمل البروتوكول ونجيب واحد واحد ولهي بتسوي فيه يقول نبدو سيد واصفجلي القاذي ورجل قانون واحد واحد اسمحني كافي ورجل قانون لديه قignon لديك قانون رياضي شلبي ونعمل نحاولوو نقول كانوا التزام أخليق يا سيدي التزام أخليقي نجمنا وياك خذًا لليتفهموا الحاجة ندفع كنا نتعلمه فأنا نتعلمه والذي نتعلمه فأنا نتعلمه وانه لديه قانون وانه لدينا ساعات تتحدث اذا أجل في كلامها فأنا لديه استاتيو في المكروف وانه عضو جامعي ومسؤول وكنت عضو رابطه محترفه كنت تعلمه انه هنا قانون وستاتيو وقانون داخلي وقانون أساسي للجامعة يتطبق اذا كان معاش بكش القانون الاساسي تمشي ترجع للاندي عندك جلسة عامة تنقحوا ما تنقحوش واحدك ببروتوكول شو تقولي ليه ولاي ببروتوكول انا غضوة عندي ليارمي شمروخ ليارمي شمروخ ياخذ الفين دينار تعايت انتي اليوم خاطر انا نحب الافريقي انا عايت انا وكمال يدي الرئيس مقولوا برب يعمل ببروتوكول خلت ولي خمسين دينار خاطر جمه الافريقي يعمل برش داخل البروتوكول ما عندك نموكولاتيو او مراد الدعمي ما تسميش مشرف عامة اي او ما تسميش مشرف عامة بلاي لحظة بلاي انا اسمي نيجي الجويني عياطلي وصف جداي الوقت اذا يكون عياطلي بشنشد انا يدار التحكيم ماني عندي شروط انا في الشروط اذا اعملت البروتوكول اعتمونا حتى مش مكتوب اخلاقي ما عندك شروط تلتزم بالنموكولاتيو تلتزم بالهيكرة الموجودة في الستاتيو اشرت في الامكانيات تقول له انت كنت تعطيني بجي هذا عطيني بجي هذا, وهي اشرت هذا وهي اِقعES لا تنجيم البروتوكول ؟ لا تنجيم اقع earlyăng تجيب سوف قديم العبود ا homosexuality حول الموضوع new زالي نجم انا وييك نحكيو روي نحكيو اخلاق Tackli najamoo نحكيو حتى على مبدا في العمل يعني سليل استقلالية مالية فميه استقلالية مالية ماكشفهمني انتي ماكشفهمني جملة شنو قاعد نحتك ربي خانكمل فكرتي مش فهمني بالكل هو فش قاعد نحتك يا والدي انتي عندك هيكلة الجمعيات اختاروا راه وفمس ما تمستش الهيكل البرتوكول غير ممسش الهيكل ممسوش قلتو قاعد ممسوش ممسوش لناشو مانا بيدي نسد كلمان دو اقلع البرتوكول تنتفهم ولي ممسش يا ديليل اقلع البرتوكول هنا كي نقرأ اسم ومشرف عام على التحكيم مش موجود اينا هذا في الهيكلة غدوة كي باش نعمل تقرير ادبي انا في جلسة عامة ما نعنش حاجاتي تعرفها ولا تجيلها باش نحط المشرف العام خالفت ارادة النوادي خالفت ارادة النوادي النوادي ما قالوا لكش نحبه ومشرف عام هو ما اللي يختاروا مش انتي ومش نجي جويني ومش انا النوادي تختار النوادي قتلك مدير ادارة التحكيم وقاتلك مدير ادارة التحكيم يرد الخبر للمكتب الجامعي ويستمد استخلال اموره المدين من المكتب الجامعي ومستمد شرعيته من المكتب الجامعي كي تعمل اي حاجة ضد هذا حتى الاسم تبدله ترده مشرف عام خالفت ارادة النوادي واحنا هنا وحنا كنا كمكتب جامعي نسهروا على ارادة النوادي ما ايج ارادة الحكام ومش اللي يجي بش جرط ما لانا قدوه نجي بمدرب اجنبي قل كلاب ربي نحب نراجعوا فريق القومي ماش نحب نراجعوا فريق الوطني هاوي مش نكتبوا بروتوكول يودي البروتوكول ما يلغيش قانون اساسي هذا اللي لازم اكتفهمه واقف اوش اسم اوش اسم وصلت الفكرة